السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله مسألة الزواج هي مسألة محسومة في السماء في السماء محسومة رغم ان الزواج يبدو انه اختيار وتنقيب وتفتيش وبحث وتحري ولكن الشي كله يبقى غير فوح الدائرة ضيقة اعطاها لنا مولانا عز وجل كانت دائرة الكبيرة هي دائرة الله تعالى ودائرة ضيقة اعطا لنا الله تعالى للاختيار قل ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك الى ان قال قل كل من عند الله قل كل من عند الله يعني ان الانسان لا يخرج عن دائرة القدر الالهي فربنا مسألة الزواج يقضاء وقدر محسوم مكتوب في السجل المحفوظ فلان لفلانة وفلانة لفلان فاذا غم فلان ان يخطب فلانة وهي غير مكتوبة تقول الملائكة وهي تضرب باجنحتها ما بال فلان يريد ان ينكح زوجة فلان وما بال فلانة تريد ان تنكح زوجة فلانة وتبقى الملائكة تضرب باجنحتها حتى ينفض ذلك الجمع ومن بعد احتكلوا الخطوبة وربما يركبوا الخواتم وربما اوشكوا على الزفاف ثم يوقع شنزاء وكيتفرقوا يقولوا سحروا لها ربما دول المانع ورغم مكتاباش لان الملائكة في السامع كتطال على السجل السجل مكتوب في كل شيء ووضع الكتاب في كل شيء مكتوب فتقولوا ما بال فلان هذا يريد ان يتزوج بزوجة فلان هذه مكتوبة عند فلان مش عند هذا وما بال فلانة تريد ان تتزوج بزوج فلان هذا المرأة لديك الرجل وهذا الرجل لديك المرأة وهذا ما لهم كتبقى الملائكة كتقول هاتشي اللي ما مكتوبش في الكتاب رماغ يصدقش وفعلا كيوقع شي خلال شي نزاع شي جيدال وكيتفرقوا كيقول لك هذا هو ما يسمى بالقضاء والقدر فإن كان ذلك المكتوب فعلا حقا واتلقى ودوجة الناس كتقول الملائكة الآن تبت الحق الآن تبت الحق فمسألة الزواج غير الإنسان يطمئن بلا ما يشغل نفسه إلا كان مزوج يرضى بما قسم الله لأنه لو رجع به الزمن إلى الوراء وقال لله تعالى عاود اختار من جديد وغير يضربه حده وراء وغير يبقى يدور بلاسته وغير يعاود يرجع للنفس القادر دياله فليهذا خسو يرضى ومن رضيه فله الرضى ومن سخطف عليه السخط والإنسان اللي بقي مزوج غير يطمئن احتوى غير يرتاح أرى النصيب دياله غير يقلب عليه أرى قادره سوف يبحث عنه هذا كل من أمر الله وطوبة لمن تزوج بإنسان أو إنسانة فاقد للبصر لأن المكفوف فاقد البصر هذا من المبشرين بالجنة وقد صح في الحديث النبوي أن من أخذت منه حبيبتيه حديث قدسي من أخذت منه حبيبتيه فصبر ليس له جزاء إلا الجنة اللي خذ لي الله البصر دياله وصبر واحتسب ما قاش علش أنا وقا وعلش أنا من دو الناس وانا وقع لي كذا ما تشكاش وإنما رضي بما قسم الله وقال حبيبتيه يعني عينيه لأن أعز ما يملكه الإنسان بعد الإيمان بالله هو نعمة البصر كتشوف به الدنيا هو مسكين ربي خذ لي البصر كتشوفه ظلام في ظلام إذا صبر واحتسب ليس له جزاء إلا الجنة والليك يتطبط بإنسان مكفوف أو إنسان مكفوف إذا كنت في الدنيا تقوده في الطريق هو سيقودك إلى الجنة هو سيقودك مباشرة إلى الجنة سيقودك وفي ديك وغادي يديك مباشرة إلى الجنة سبحان الله العظيم هذي ركلم كنقل معي الأحباب كيرام أنا صدق ويقين كنت ذكر وأنا طفل صغير كان ابن حارتنا كان في الحارة كنت في المدينة القديمة بالدار البيضاء بجانب مسجد حسن ثاني كان معنا واحد طفل كان مكفوف أخصوه مع من يلعب أخصوه وشكول يدي المدرسة ويجيبوا المدرسة وأنا كنت أصغر منه سنا وصبحان الله العظيم كنت ذكر كنت دي من كنت نديه ونجيبه وهو كنت نوع عليه الوليدات كل واحد يكون معه أولاد الدرب أصدقاء ولكن واحد الوقت هو السقفية أنا قال لي يبدو أن تديني المدرسة يقول لي قرأ لي الكتب يجيب لي كتاب ويقرأ عليه باش يسمع وأنا أصغر منه بشي أربع سنوات ثم واحد الوقت يقول لي يديني الحمام كان بشي معه الحمام من البلدي مرة يبغي يجري يلا بد يبتت فولي كنتش دي فيدي كنتش دي فيدي كنتش دي جري معه كل مرة وحنر عيد 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 قلت لنا الشيء تكتر علي بزاف ديني جيبني وكان في الولدك شاءته دغول كانوا مجموعة الأصدقاء أولاد الحي كل وقت يقدم الخدمة وأنا كل مرة كتر علي وحنر مسكين جي في الصباح الباكر جاي بخلى أولاد الحمام كلهم وجي قاصد دار نكي دق علي في الباب وننطل من الشرج بلية وننقل الأخ جلي الله يغفر لي يا رب قلت لها قولي لي رهما كينش رهما كينش رهما كينش رهما كينش رهما كينش هو يرجع مسكين رجع هذيك الليلة هذيك الليلة ونشوف في المنام واحد الرؤية شفت بأنني أنا غادي في الظلام هو هاز وحد الإناء دي النور وغادي به هو كي قودني هو اللي غادي به هو اللي يضوع لي اشتدك المشهد ثم وننشوفو غادي به المكة المكرمة غادي به المكة المكرمة ويطوفو بي حول الكعبة المشرفة أنا دا كان عندي تقربة حوالي تسع أو عشر سنوات كيطوف بي حول الكعبة المشرفة وريح تلعود والأضواء كان الليل والمكة المكرمة فيها أضواء تتلألأ وريح تلعود والناس لبسي للإحرام هو غادي به وانا ما عارفش نمشي ولكي سوق بي شفت هذا الرؤية استيقضت صباحا وأقسمته على نفسي أنني من خلش هذا المراجل عندي أنا نمشي لعنده وليت كل الصباح كان فيق كان مشي نضق عليه الباب وقال لي فلان فين غادي اليوم شنو البرنامج ديالك خاصك شي خدمة وسبح الله العظيم قد تتكرر لي هذا الرؤية تتكرر تتكرر بأنه يطوف بي حول الكعبة المشرفة وشاءت قدرة الله تعالى وسبحان الله لما توظفت في إحدى الإدارات أعطوني رئيس لجنة الحج ولم أذهب إلى الحج لم أذهب إلى الحج لم أذهب رغم أن كنت رئيس لجنة الحج على مستواجهة ضل بيضاء الكبرى سنين طويلة ولما مبقيتش فيها ربك أرد قل لي من لحيدك مننا أنا أعطاك للحج فأعطاني قدرة على الحج طول العمر طول العمر بأمر الله تعالى سنين طويلة وبقى تذكر الرؤية المنامية كان ملكي سونش يحدك يقول لي كيف يجدرت لها كان قول لي والله ما بدلت لا أسباب ولا مسببات ولا قدمت طالبا لجهة لجهة معينة ولا التبستموا ساعدة من أحد هكذا جلس فقط في صباح لقيت لقيت الورقة بين الدية والأبواب مفتوحة ولعلها من بركة ذلك الشاب المكفوف اللي كنت دي من كنت ديه نجيبه وكنحلم به بالليل يطوفوا بي حول الكعبة المشرفة والمدينة المنورة فكان قول الأحباب الكرام أي واحد شفته مكفوف أو عنده إعاقة حركية أو ضعيف واخدتي بيده عندك الظن بأنك قد تقدم لي أنت المساعدة راهو لك يقدم لك المساعدة ألم يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم وإنما ترزقون بفقرائكم إلا بغت النصر تكون منصور كلمتك مسموعة ورايتك مرفوعة دائما هتم بالضعفة الضعفة قدم لي يد المساعدة خوض بالخطر ديالهم جبر الخطر ديالهم وربي أعطيك النصر بهم تنصر وإلى بغت الرزق إنما ترزقون بفقرائكم فين ببلك شو وعد فقير أو محتاج أقدم لي المساعدة ما كانش عندك المساعدة قول لي كلمة طيبة كلمة طيبة قول معروف خير من صداقة اتبعه وآدى قول معروف كلمة طيبة تقولها له بأمر الله تعالى فهنيئا لمن تزوج بمكفوف أو مكفوفة لكن تتقوده في الدنيا هو سيقودك في الآخرة إلى الجنة يقودك إلى جنة عرضها السماوات والأرض والدنيا قصيرة وغدغت تنتهي فيلم قصير فصل ربيع سرعان ما سوف يولي ويدبر ودقى نفسك أمام جنة عرضها السماوات والأرض في الحياة الأبدية فطوبة لكل من قدم الإحسان أو المساعدة للضعفاء والمساكين وهنيئة للأخت الكبيرة للا كبيرة الله يكملك الرجاء الله يساعدك ويفرحك ويجعل سيدي عزيز يدخل عليك إن شاء الله مباركهم سعود اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير اللهم يا رب ارزقهما رزقا حسنا اللهم ارزقهما التبات والنبات والدرية طيبة صبيان وبنات وجميع الأخوات المكفوفات كان عرفهم واحد المجموعة كبيرة منهم الأخت الوازناء والأخت حنان والأخت أميناء واحد المجموعة كبيرة دي الأسماء مدني ديهم الحناء اللهم يا رب اختر لهم أزواج صالحين اللهم اختر لهم لدى الناس طيبين اللهم أسعد قلوبهم يا رب في هذه الدنيا القصيرة أسعد قلوبهم وارزقهم أزواج وارزقهم ذرية وارزقهم هناء وسعادة والشباب اللي هم مكفوفين نطلب الله تعالى يفسح لكم باب الرزق الله يجب لكم الرزق الوفير والخير الكثير والبركة والتسير واللي عنده الشغارات في قلبه وضامره ونفسه ربي أعلم به أسأل الله تعالى وبركة النبي الشفيع قلوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم